وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنصيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع الاكتومصر لتطوير الطاقة الانتاجية المحلية من لبن الأطفال وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناع نيفين جامع وعدد من المسؤولين اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جامعة وزيرة التجارة والصناعة واللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والدكتور ابراهيم عزت رئيس مجلس ادارة شركة لاكتو مصر لصناعة البن الأطفال وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة منظومة انتاج لبن الأطفال على المستوى المحلي وقد وجه السيد الرئيس بالتنصيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع لاكتو مصر لتطوير الطاقة الانتاجية المحلية من لبن الأطفال وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار وذلك بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع ألبان وأغذية الأطفال عالية الجودة لتعطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة لتغذية الأطفال في المراحل العمرية المختلفة وقد تم استعراد موقف إنتاج لبن الأطفال من قبل شركة لاكتو مصر والتي تمتلك أكبر مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ويستخدم أحدث المعدات التكنولوجية العالمية المتخصصة في هذا المجال فضلا عن قيامه بإنتاج أغذية الأطفال الخاصة والمكملات والمكونات الغذائية كما أن الشركة تتمتع بأعلى إجراءات الرقابة والتحكم على منتجاتها المتنوعة التي تضمن جودتها وسلامتها شكرا